في الحقيقة زميلة يشيرين كما تحدثت الهدنة الإنسانية تدخل في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة اليوم كان المشهد في معبر رفح البري دخول عدد كبير من الشاحنات وهذه ضمن بنود الهدنة الإنسانية التي كانت من ضمن الشروط التي قامت عليها هذه الهدنة الإنسانية وفي انطار غدا أيضا دخول عدد كبير من الشاحنات تشمل المواد الهدائية والمعونات وإيضا الوقود والغاز هذه من ضمن المساعدة هل لديك معلومات حول حجم المساعدات القادمة بكرة غدا الجمعة بالطبع الزميلة الاتفاق كان أن تدخل عدد من الشاحنات تتراوح هذه عدد الشاحنات من 200 إلى 300 شاحنة يوميا على مدار الأربعة أيام التي تم الاتفاق عليها تضمن هذه المساعدات أيضا الغاز وأيضا الوقود وعدد من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمعونات الغذائية يتم وصولها فقط إلى مناطق الجنوب في قطاع غزة منطقة النصيرات ومدينة رفح ومدينة خان يونس هذه ربما كانت بعض الأمور التي عرقلت سرايان الهدنة مساء أمس أن كانت هذه المعونات لم تدخل إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة وكان هذا نقطة الخلاف في الوصول إلى دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى حيز التنفيذ إضافة أيضا إلى حركة المواطنين الغزيين الذي تكون فقط الحركة من مناطق الشمال إلى مناطق الجنوب ولا يسمح بدخول مواطنين من مناطق الجنوب إلى مناطق الشمال بالإضافة إلى تمركز الاحتلال الإسرائيلي في التوغل البري وأيضا التفاقية تبديل الأسرة حيث سيتم غروج 150 أسير مقابل 50 أسيرا أي ما يعادل مقابل كل أسير واحد ثلاث أسرة نعم بحسب معلوماتك هل لديك معلومات حول آلية نقل المساعدات كما ذكرت من جنوب إلى شمال القطاع مع وجود هذه الصعوبات المعوقات بالطبع زميلة هذه الشاحنات تدخل تحديدا إلى معبر رفح البري والتقف ومن ثم تقوم آليات وشاحنات في قطاع غزة بتفريغها لتقوم بتوزيع على مراكز الاواء والمناطق الذي يوجد فيها عائلات فلسطينية نازحة ومتشردة ربما تبدأ من مدينة افترافح ومن ثم مدينة خانيونس ومن ثم إلى المنطقة الوصلة التي تشمل دير البلح والمغازل وأيضا المصيرات هذه المناطق التي تصل لها بشكل يومي من المساعدات هي تفرغ يوميا ولكن المطلب الأساسي وهذه الشاحنات وهذه المعنات التي تقدم بشكل يومي لا تكفي شيئا من حاجة الأسر النازحة والمتشردة في قطاع غزة فهذه المساعدات ربما هي أعداد قد تكون كافية إلى أيام لسد حاجة الأسر والعائلات المتشردة والنازحة نعم عبدالهدي فرحات مرسلنا في غزة تحديدا من معبر الرفح شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكيفا ترجمة نانسي قنقر